اشتركوا في القناة نحن تركنا الأنصار والعباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب العقبة تجري بينهم المحاورة حول شأن الهجرة واستلفت أنظارنا مجيء العباس بن عبد المطلب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا زال مشركا ومع ذلك أتى وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد اتفاقية الهجرة وليشرف على بنود الاتفاقية وليستوثق لابن أخيه وليقول للأنصار إن ابن أخي عندنا في عز منع وحماية لكنه قد أراد التحول إليكم فهل ستوفرون له ما نوفر له من الحماية والمنع فإن كنتم مستعدون لذلك فأنتم وذاك وإلا فمن الآن دعوه في مكانه فهو عندنا في حماية لاحظوا لهجة لهجة التوثق للنبي صلى الله عليه وسلم ومن عمه العباس واللي تولى التعريف فقال الأنصار جوابا لكلام العباس يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت ما هو الذي علينا ينبغي أن نلتزم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أهاجر إليكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أزركم الإزار هو آخر اللباس على الإنسان هو الذي يستر عورته فالإنسان يحافظ على لباسه أشد ما يحافظ عليه هو ما يستر عورته فإذا أراد العربي أن يعبر عن شدة الحماية قال أحميك كما أحمي إزاري هذا تعبير عربي للمبالغة في الحماية طيب هذا العرض من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المقابل طيب نحن الأنصار مطلوب منهم أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم كما يحمون أزرهم إذا انتقل إليهم ما هو الشيء الذي سيكون لهم مقابل ذلك هل اشترطوا الإمارة على البلاد هل اشترطوا ولاية من الولايات هل اشترطوا منصب من المناصب هل اشترطوا قدرا من الأعطيات والأموال تصرف لهم ما الذي اشترطوه ما هو المقابل الذي حرض عليهم فقبلوه ورضو به واغتبطوه هذا لك يا رسول الله فما لنا قال صلى الله عليه وسلم الجنة ما في أي عرض دنيوي لا منصب ولا مال ولا أعطيات ولا هبات لكم الجنة موعود أخروي فقالوا يا رسول الله رضينا رضينا بها فلما مدوا أيديهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أحدهم بيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسعد من زرارة وقال يا معشر الأنصار يا معشر الأوس والخزرج إن انتقال النبي إليكم معناه ونتيجته أن يقتل رجالكم وأن يعضلكم السلاح وأن ترميكم العرب عن قوس واحد هذا ما هو قرار شفوي فقط هذا قرار له ما بعده وبيترتب عليه أننا سندخل في حرب مع أعداء كثيرين فإن كنتم الآن عمه تو استوثق له الآن زعيم الأنصار يريد أن يستوثق له من قومه أسعد بن زرارة أحبو منهم من الأنصار لكن أراد يستوثق للنبي من قومه ليرى ليحفزهم على تحمل نتائج هذه البيعة فإن كنتم تصبرون لذلك وإلا فمن الآن دمكم في السعة فقالوا له يا أسعد أمط عنا يدك فهذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها العرض الجنة ما هي شيء يفرط فيه لا نقيلها ولا نستقيلها يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هونت قلنا لا لا تهون ولو قالنا النبي صلى الله عليه وسلم هونتم قلنا لا ما هوننا لا نقيلها ولا نستقيلها فأقبل أحد الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر حاجة تذكر حاجة وكأنه يرى المستقبل بعمق قال يا رسول الله قبل البيعة في حاجة بنكون هالك ما هي قال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم يعني القبائل التي حولنا إن بيننا وبين القوم حبال يعني اتفاقيات ومعاهدات وأعراف فإذا انتقلت إلينا فإنا قاطعوها بتغييط طريقة معاملتهم لنا وسنتحمل جراء ذلك عداوتهم أرأيت إذا أتيت وقمنا بما علينا وقمنا بواجب الحماية ونصرك الله وأظهرك هل ستبقى عندنا ولا بعدين ترجع إلى بلدك مكة ويعني زي اللي يقول أو يتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن بعد أن ينتصر ويظهر أنه بيرجع لمكة البلده التي يحبها وبيقول الأنصار والله ما قصرته وإذا قصر عليكم شيء تجون في مكة إن شاء الله ما نقصر عليكم هل سيحصل هذا هل ستبقى معنا بقية عمرك ولا ممكن إذا نصرك الله ظهرت ترجع إلى بلدك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من يقين هذا الأنصار يعني كان الأنصار أنظامنا النتيجة أن الرسول سينتصر لكن إذا انتصر بعدين بيبقى عندهم في المدينة ولا بعدين يقول هم مع السلام ونرجع إلى المكة وإنتم ينقصر عليكم شيء تعالونا هناك إن شاء الله إن بيننا وبين القوم حبال وإن قاطعوها أرأيت إن أظهرك الله تبقى معنا أو تعود إلى بلدك أضحك صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي وأشمق محيا لهذا اليقين ولهذا الشعح بالنبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليه فقال لا بل المحيا محياكم والممات مماتكم الدم الدم والهدم الهدم فطابت نفوس الأنصار رضي الله عنهم وقدموا أيديهم بغاية الاغتباط والنشوة والسرور وتقدمت الأيدي المباركة تصفق على يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف المباركة في أعظم بيعة كانت أيديهم وهي تلتصق بيد النبي صلى الله عليه وسلم تدير عجلة التاريخ فتغير تاريخ البشرية تاريخ البشرية قبل هذه البيعة غير تاريخ البشرية بعد هذه البيعة إنها بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها رضي الله عنهم بقي المشهد الذي لا بد نحن نقف معه في مجيء العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على شهود هذه البيعة التي تمت بإشراف العباس ورعايته ومتابعته وحضوره وتوثقه وهو لا زال على الشرك وإحضار النبي له توقيرا له يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحضر عمه العباس هذا توقير للعم وإشعاره بالمسؤولية وإشعاره بأنه دور وأنه ما تجاهله ونتخذ هذا القرار في غيبته هذا يا أحبابي يلفت نظرنا إلى معنى مهم وهي التعامل مع المخالف في الدين المخالف في الدين ليس دائما مصنف في خانة الأعداء المخالف في الدين قد يكون عدوا وقد يكون محايدا وقد يكون متعاطفا وينبغي أن يكون التعامل معه على حسب حاله التي هو فيها فإذا كان في مرحلة التعاطف أو في مرحلة المحايدة الحياد فله تعامل وإذا كان في خانة العداوة فله تعامل ولذلك قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم والبر هو البذل والعطاء والإحسان أن تبروهم فالتعامل مع المخالف هو على حاله على حسب حالة من المخالفة هل هو معادي هل هو محايد هل هو متعاطف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من تعاطف المتعاطفين معه من المشركين مثل المطعم بن عدي دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بجواره عندما عاد من الطائف وهو مشرك وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الموقف وقال يوم بدر لو أن المطعم بن عدي حي وكلمني في أسرى بدر وقال يتركهم من أجلي لتركتهم من أجله لذلك هذا معنى بليغ ينبغي أن نعيه ونعلم أن التعامل مع المخالف ينبغي أن يكون على حسب حاله إذا كان المخالفين أكثرهم محايدين فالأصل في التعامل معهم هو التعايش والإحسان والدعوة والاحتواء وليس العداوة ولا المقاطعة وهذا المعنى الذي وقفت معه عند حضور العباس تجده متكرر في السيرة النبوية كثيرا في طريقة التعامل على حسب حال المخالف وأن هذا المخالف إذا لم يكن في خانة العداوة فإن التعامل معه يكون بالتعايش ويكون بالإحسان ويكون بالوفاء ولا يمكن ينتشر دين إلا بالتعايش مع بقية فئات الناس حتى يعرفوه وأن المتعاطف ينبغي أن يعامل وفق تعاطف درجة تعاطف ولذلك أحضر النبي صلى الله عليه وسلم العباس لأن له موالات لابن أخيه وجعله هو المشرف على تنفيذ الاتفاقية وتمره الاتفاقية برعاية وإذا قرأنا السيرة وقرأنا الهجرة ينبغي أن نقف مع مثل هذه المواقف وانتأمل في دلالتها ننتقل إلى النقطة العاشرة وهي أنه بعد أن تمت هذه البيعة ورجع الأمصار إلى رحالهم واستقرت الاتفاقية ترتب عليها أن الصحابة رضوان الله عليهم يبدأون بمشروع الهجرة وألاحظ كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم سخت أنفسهم بترك ديارهم فهاجروا وصاروا يتفارطون من مكة إلى المدينة أرسالاً دفعات ودفعات متوالية وسريعة يعني في خلال شهرين كل من كان يستطيع الهجرة غادر إلى المدينة آخر من هاجر كان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما قال له أبو بكر رضي الله عنه يستأذن في الهجرة قال انتظر فإني أنتظر أن يؤذن لي طيب قريش ما أنتبهت ما أخذت حيطتها الظاهر أن قريش قاست هجرة الصحابة إلى المدينة بهجرتهم إلى الحبشة يعني بلوحوا للمدينة ويرجعون مثل ما راحوا للعبشة ويرجعون مدام النبي باقي إذن هم ذهاب هم ذهاب مؤقت هكذا تفكر قريش فبقاء النبي في مكة أعطى أمان لقريش ولذلك قريش ما استنفرت واتخذت تدابيرها إلا بعد أن أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر هنا اتخذت قريش تدابيرها وشعرت أنها الآن أصبحت في مواجهة وتآمرت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة التي ذكرها القرآن وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين واستنفرت قريش وحرصت أن النبي لا يذهب كما ذهب أصحابه ولا يلعق به بقي أن أشير إلى أن القصة أو الأسطورة التي تروى في تآمر قريش في دار الندوة وأن الشيطان أتى إليهم بهيئة شيخ نجدي ودخل معهم في المؤتمر وكلما طرحوا لهم فكرة قال له هذه ما تصلح وهذه خطأ وهذه ممكن يحصل منها كذا ثم بعد ذلك اقترح أبو جهل بتزكية الشيطان أن يختاروا أن يختاروا من كل قبيلة شابا جلدا يحضروا بسيفه ويحاصرون بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فإذا خرج النبي في الصباح ضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فزكى الشيخ النجدي اللي هو الشيطان المتنكر بهيئة شيخ من نجدي زكى هذا الرأي واتفقت كريش عليه وبناء عليه حاصرت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أمر عليه أنه يلتحف بردائه ويبيت في فراشه وألقى الله عليهم النوم وخرج من عندهم النبي ووضع التراب على رؤوسه بمضى إلى أخذ القصة هذه هي يا أحبابي أسطورة هي ضعيفة من حيث السند لكن أكثر من ذلك منكرة من حيث المتن منكرة من حيث المتن لأنه ما يتصور أن يجتمع عصابه من كل أشائر قريش وما يدنون بني هاشم يعني هل يعقل أن هؤلاء يحاصرون بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا هاشم نايمين في بيوتهم تاركينه طيب بنوا هاشم تعرضوا للحصار ثلاث سنوات هم وبنوا المطلب من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخلونه يدعونه يحاصر بيته ويتعرض للقتل هذا أمر لا يمكن أن يقع ولا يتصور في مجتمع أشائري أن يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة ثم بعدين أن تقع معجزة بأنه يخرج من عندهم ويضع التراب على رؤوسهم كيف ما تحدثوا بعد ذلك في الصباح كيف ما قالوا والله هذا أكد أنه نبي مدامنا خرج من أمامنا ما رأيناه إذن هذه معجزة كيف ما تحدثوا بها كيف ما رووا كيف ما لفتت أنظارهم إذن فهذه الرواية لا تصح ثم بعدين هل يتصور أن زعماء قريش يجتمعون في البرلمان اللي هو دار الندوة اجتماع سري خطير لاتخاذ قرار خطير ثم يأتيهم أعرابي لا يعرفونه وما قد شافوه فيدخلونه معهم في هذا الحوار الخطير وينتهون إلى رأيه هذا ما يتصور هذا لزعماء قريش عقوله امتزن الجبال لو جاء واحد ما يعرفون قالوا اطلع برا عندنا اجتماع مهم فكلها القصة كلها ركيكة وما يصح أن تروى وإنما يروى الخبر الصحيح للهجرة الذي رواه البخاري في صحيحه ما هو الخبر الصحيح للهجرة إذن هو ما سنرويه في الحلقة القادمة لنأخذ خبر الهجرة بمصداقية الإمام البخاري رحمه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة